كمان فونكشن هلا بدل ما استعمل system response time كمان احيانا نطلع على car call او بدخلها كمان بالحساب car call response time طبعا هاي عادة ما بستعملها لحالة بستعملها in conjunction مع التانية فباجي بقول كمان اذا عندي car call بدي احاول عمل minimization للكار call بس عادة هاي ما تستعمل لحالة تستعمل in conjunction مع التانية علا المهمة جدا هون المستعمل كثير هي passenger passenger traveling time passenger traveling time كمان نفس الاشي ما باخد traveling time لحالة مين اهم للpassenger مين اللي بزعجو اكثر waiting time بس كمان traveling time بززاد كثير بصير مشكلة فصار كثير من الناس متكررين حكينا هون weighted sum في كثير ناس بيستعمل objective function تساوي 1000 و 1000 رقب من صفر لواحد مضروبة في average waiting time زائد واحد minus alpha هذه من احسن objective functions اللي ممكن تستعمل هلا شوف شو سبحت لي اخدت بعين الاعتبار waiting time اخدت بعين الاعتبار traveling time لكن ما اعطتهم equal waiting والسبب انه اللي بيحسوا بهدول التينين بنفس القيمة فاعطاني فالفة ما رح تكون بالضرورة نص ما ايش احتمال لتكون الفة هاي غير الالفة تبعتكم ايش الالفة احتمال لها تكون اعلى من نص تمام وعادة عملوا هاركت ريسيرج قابلوا الناس وصاروا ييسألوا الناس ويشوفوا ويتطلعوا عادة ألفة تقريبا بتكون بحدود بحيث انه هذا يكون تقريبا ضعف هاد حتى يكون هذا ضعف هاد هتكون هاي تلتين وتلت مشين فتقريبا هاي بتكون بحدود point six لpoint seven واحد minus الفة رح تصفي point three أو point four لpoint three ما صار عندي اعلى الويتنج اعلى بزعج الناس اعلى بس كويس اني ما احمل الـ average traveling time تبعا هاي من اشهر من اشهر الـ functions الـ optimization functions اللي موجودة وهون بدأنا نعمل waited time اذا منطلع على الـ traveling time منطلع على الـ average waiting time واحيانا اذا حسنت الـ traveling time ممكن يرجع ويغير الـ waiting time اذا رح يكون فيه له اثر عليه لانه اذا خلصت كل شيء بسرعة بدأ اداء السيستم يتحسن اذا دلتا خلص كل شيء بسرعة وحسن اداء السيستم ممكن نفس الـ traveling time يرجع يأثر على الـ waiting time فهذه تقريبا بحدود يعني ممكن هون نستعمل هاي اثنين على ثلاثة وهاي نستعملها واحد على ثلاثة فكأنه الـ waiting time ضعف اهمية وضعف اهمية الـ traveling time ممكن كمان اعمل optimization للـ handling capacity هاي انت بعملها انت ببدأ اقلق على الـ handling capacity امتن بتصير عندي مشكلة بالـ handling capacity او ببدأ بقلق منها لما السيستم يبدأ اصير overloaded صار عندي loading اكتر من 100% فصار السيستم loaded كتير وعليه loading كتير بالحالة هاي بدي احاول اعمل maximization للـ handling capacity حتى لو ضحيت شوي بالتانية ممكن كمان اعمل minimization طبعا هادي هون maximize هون minimize هون minimize ونفسي اللي شاهدوا كلهم minimize او ممكن اعمل round trip time كمان هاي minimize هلا هاي هون نقطة مهمة بالفترات اللي بكونش في عندي ضغط كتير في العمارة بامكاني اركز على الـ energy consumption إذا فيش ضغط passengers إذا هون كمان هاي أحد الأشياء وممكن هون نيجي نعمل نحط عامل ثالث وممكن احط مثلا هون alpha و beta فاجأ احط مثلا هون alpha average waiting time زائد زائد 1- alpha minus beta مظبوط هيك average او اذا بدك تحط تسميها هاي هون beta average traveling time زائد 1- alpha minus beta energy consumption فهون انا كأني عطيت وزن اكتر لهدول وزن حسب قيم alpha و beta اللي بحطه هون فبحط مثلا هاي نصف فرضا وهاي ربع وبحط بظل عندي ربع هون فكأني عماري باخد الـ energy بعين الاعتبار يعني بدا حاول عمل minimization لهدول بس ما بدي كمان يكون حساب الـ energy تكون استهلاك الـ energy كمية هائلة جدا ممكن في حالات معينة طبعا مش هذا في حالات معينة تمانية الـ car loading اعمل اعمل الـ car loading حتى ارفع الـ capacity مثلا فرضا ممكن اني احاول اعظم الـ car loading واحمل اكبر عدد من الناس في الكامل هدول هم التمن functions أو waited sub وقت